كذا مرة انا ماخدتش بالي تتغير من ايه? الموتشيب اه اه تغيير الموتشيب انا ماش بغير هو انا اخترت هنا ستة موتز لو انتم فاكرين. يعني انا عايز ستة موتز يطلعوا. الموتز دي فيها وفيها تورش. انا لما ادخل هنا بص في الريزالت دي. موتشيب او. صح? هنلاقي هنا الجزء بتاع السيتنج ده. هنا الاسم بتاع الجزء. تحت هو واغد النتائج دي من study one. مش مشكلة. لو انا فتحت هنلاقي ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كل معلم على واحد واقول له بلوت هيطلحوا لي. يعني لما اروح هنا. على اقول واحد واقول له بلوت خلاص اقديني الشكل الجديد. لما انزل على التاني واقول له بلوت هيديل الموتشيب التاني. لما انزل على التالت واقول له بلوت هيديل الموتشيب التالت وهكذا. فدي بتاعة الجسم يعني. الكلام ده بناء على ايه وانا اصلا مش حاطط اي فورسز او مش حاطط اي مفيس اي حاجة انا بيدوب مثبت من طرف يعني مش عامل عليها اي حاجة خاصة. مش مهاندس يعني انت سؤالك بصراحة مش عارب. او حضرتك مش خدت حاجة اسمها ناتشرل فريكنسي. خدت ناتشرل فريكنسي ولا? اي. ما اللي احنا بحسيبه ده ناتشرل فريكنسي مش فورس دي يعني. ناتشرل فريكنسي يعني بتدي انيشيال تسبلسمنت للجسم. وتسيبه تحرك تحرك طبيعي. على حسب بقى انت حاطي الدمبر ولا مش حاطي الدمبر. فده ده ده دلوقتي القيم بتاعة الناتشرل فريكنسي اللي احنا كنا منجبها. عشان نتجنب الريزونس. عارف يعني ايه ريزونس ولا مش عارف? ايو. طيب خلاص ده انا بحس بالناتشرل فريكنسي دلوقتي انا بيدرس الجسم لجسم تاني بيديني فريكنسي. فبقارن لتنين ببعض. فالسؤال بتاعك المفروض تكون فاهم المادة قبل ما تسأل وتبقى عارف يعني ايه ناتشرل فريكنسي يعني ايه فورس تريكنسي. تمام? فده كده اللي احنا بنجيبه ده طيب بالمرة مع انه ده ما لهش علاقة بالمادة عايز اقول لكم على حاجة تانية لو دخلنا في في حاجة اسمها زي ما لما بتدخل في فيزيكس عتلاقي حاجة اسمها لما تدخل في فيه فيه هنا ستشنري تمام? لو انا جيت دخلت ده دي حاجة لكم يعني عايز اقول لكم ان هي بعيدة عن لو جيت هنا على دي دي بتحسب لي بس وانا فارض بس في الحالة دي حضرها تطلع فوق في الفيزيكس دي هل لو انا قلت تحسب لي بالشكل ده عايديني ستشنري فيش فورس صحب عشان يبقى فيه هنا اعمل ايه? لازم احط فورس صح? طيب هدخل في فيزيكس و هدخل على دي واقول له احط لود على دوت انزل اقول له التوتال فورس التوتال فورس في اتجاه زد سي مسلا هلفين مياتر اقول له انتر واجي كده على ستادي تو واقول له كومبيوت طيب هو دلوقتي احنا يعني بعيدة عن انا عايز احسب بس وحاجات اللي هي كنا بناخدها في قبل كده وكلام ده اوت فيطلع لي نتائج ليه علاقة بالسترس كمام? فده السترس بداي. ده بتاع السترس. سترس هيقعد يزيد. لو انا عايز بتاعة السرس بالزبط اقعد اضغط هنا. هيقول له قيمة السرس تلاتة ونص فعشرة قص تسعة. طبعا فيه اوبشنز كتير هنقدر بقى اجيب لك بتاع الستربيوشن بتاع والسترين وهكزا. بس خلينا يعني ما ندخلش في الجزئي دي. طيب. شباب حد عنده مشكلة في الجزء بتاع تحديدا. طيب. خلاص انا يعني الموديل ده خلاص. هناخد موديل تاني. دي الحاجات اللي احنا هنشرحها ان شاء الله مع بعض. احنا قولنا ازاي نعملها على اه كومسل. هنفتح موديل تاني. اقول له نيو. اه موديل. بس المرة دي زيرو دي. اه هندخل برضو على ستراكشور ميكانيكس اقول له لامبت ميكانيكال سيستم. لامبت ده يعني ايه. شباب تاني انا خد زيرو دي. لان انا مش هارس. الماس سبرينج دمبر ده بنسميه زيرو دي او بيدخل تحت الزيرو دي. لان انا مش هارس. مفيش عندي ابعاد في الا اكس ولا واي ولا زد. انا هدخل له قيمة السبرينج وقيمة الدمبر وقيمة الماس. فده اللي منسميه لامبت ميكانيكال سيستم. هو ابروكسوميتد يعني سيستم. كمان? فهنقول له اد. دي الفيزكس اللي عندي. استادي هاختار ايجين فريكنسي. او ايا كان نوع الاستادي اللي جديد. تاني. انا بفتح دلوقتي مواضل جديد. انا انرجع بقى الحاجات البسيطة بتاعت الاول السنة. لو انا عايز اعمل ماس سبرينج دمبر في بقى وان دي جري فريدم. ازاي اعمله فري. ازاي اضيف له فورس. ازاي اضيف كمان ماس سبرينج فادخل في التو دي. واعمل الديناميك ابزوربر. ممكن ادخله كمان ماس سبرينج بنا كده في ال سري دي. اللي هو اخر حاجة انتم شغالين فيها دلوقتي. فدي كلها بدخل في الزيرو دي. تاني انا عملت ايه لحد الوقتي. دخلت فيه. اخترت في الفيزيكس بتاعي زيرو دي. اخترت في الفيزيكس بتاعتي بعد كده. اخترت ميكانيكس عادي. واخترت اللامبت ميكانيكال سيستم اللي هو قدامنا ده اوه. والاستادي اخترت ايجين في ريكوينسي استادي. حد عن سؤال في الجزء ده. طيب. بصوا ايه. لامبت ميكانيكال سيستم قلت لك تاني. لما تلاقي نفسك محتار مش عارف تعمل ايه. تيجي هنا. وتعمل انا عايز اضيف. اه سبرينج. وعايز اضيف كمان دومبر. وعايز اضيف ماس. بص. ده السيستم البسيط قوي اللي كنا بناخده في الاول. حد الوقتي فيه مشكلة. سبرينج ده. هو هو الليبل بتاعه. هو الاسم بتاعه سبرينج ورن. لو عايز تسميه اي سبرينج. عايز تسميه مثلا كي وان. مفيش مشكلة. هو عايز اعمل الاسم بتاعه اللي هدخله له هنا. سكي وان اف كي وان. ما يعني مش محبة يعني. فممكن نسميها بسبرينج. سيفنس بتاعه كي وان. في حاجة مهمة جدا. ركز كده معي. الفكسد نوت بيسميها زيرو. بيعمل نومبرينج. يبقى دي النوت زيرو. طيب لما نيجي لسبرينج. سبرينج ده بيبقى واصل بين الفكسد تحت. والمس فوق. فالمفروض. بص رسم لك الرسم سبرينج ازاي? ايهلك انه دي بي وان بدايته ونهايته بي تو. فبي وان النوت بدحها. تو. والبي تو وان. لأ انا سمي البي وان دي. النوت ده زيرو. والبي تو اتنين. اقو واحد اصلا. يبقى ده معناه انه هو هياخد بعد الفكسد. فكسد. وبعد كده السبرينج هياخد من زيرو الوان. فيها مشكلة دي. الفاليو بتاتل سبرينج الف نيوتن على الميتر. طبعا ال ال بري دي فورمت او بري دي فورميشن لو عايز تدخل الانيشي اللي فورميشن طب الدمبر. الدمبر بيبقى بارل مع السبرينج. تمام? فالنوت بتاعتي هتبتدي بزيرو برضو ومن هنا بواحد. المس هي بقى اللي هتاخد من واحد لاتنين. وممكن نضيف فيه هنا حاجة اسمها ندخل في تيرم لفري نوت وتبقى اخر حاجة خالصnde رقم كام نتنين يبقى الفري نوت دي رقمها اتنين. هو هيشتغل بس عشان يشتغل لازم ادخله عشان لما بيجي حل وينعوض بالباوند والحاجات دي لازم ادخله يعني يشتغل بيه. في البداية كده هجيب هدخل على هنا واقول له عايز كم احنا كده كده احنا عايزين واحد مثلا. اقول له ايه الفلد? اماتريسيسي مثلا. اقول له كومبيوت. ده البروغريس. نبصوا هنا هنلاقي حاجة اسمها تابل. هنلاقي ايجين او دي افالويتها هيت. اه بصوا اللي عنده. طلع بناقص واحد تلاتة سبعة هيرتز. او ناقص تمانية او ستة طبعا عشان الاميجا سكوير فاحنا بنغض الموجة بياني. فدي لو انا عشتغل بالهيرتز ودي لو عشتغل بيه طبعا الدمبينج ريشيو بنص على حسب قيمة السي اللي احنا جبناها. طبعا ايطا عارفين الدمبينج ريشيو اللي هي زيتا بتسوي سيه على سي كريتكال. فهو اخد السي اسمها على اتنين ام مع عمجة ام. جاب له قيمة الايه? شباب حد عنده مشكلة في الجزة. طبعا ده بسيط جدا وابسط من الثاني. احنا بنحط سبرينج بنحط دمبر بنحط ماس. اه وبدو ايه بس ههم حاجة ناخد بالنا من النومبرينج بتاع النوت اللي هو ده وده وده. حد عن سؤال في الجزية دي. يا دكتور ممكن تقيت حطة النومبرينج بتاعة النوت دي. النوت دي عبر عن ايه? النوت دي عبارة عن ايه. احنا هنا طبعا مش بنرسم الموضل في السري دي. تمام? فبنعمل ايه? عشان يفهم الترتيب بتاع السبرينج والدمبر والمس بالنسبة لبعض. يعني مين? انا هرتبهم من فوق بعض. يعني احنا لما نيجي نرسم الرسمة على السبورة قدامك. بنرسم ازاي? لو خدنا من تحت الفوق. بناخدها ازاي? بنروح الفكسد اول واحد صح? ده اول حاجة تحت خالص. فادينا له رقم زيرو. فيها مشكلة دي? لا تمام. بعد منه سبرينج. فالسبرينج ده بياخد من السابت. فيبقى بدايته بي وان دي بدايته. يبقى بدايته زيرو. ونهايته وان. يبقى السبرينج هياخد من نقطة واحد لاثنين. يعني كاني رسمت قدامك على السبورة الرسمة بتاعة المسل والسبرينج والدمبر وبرقمه. يبقى سبرينج هياخد من واحد لاثنين. ما هو نفس الكلام لان الدمبر بيكون موازي ليه بياخد من الفكسد لحد المس. بقى زيرو وان. هادلوقتي فيه مشكلة? لا تمام. طب المس بقى متوقعت تبقى رقم كامل. المس دي نقطة واحدة. هو بتعامل مع المس كنود. كنقطة. نقملاش بداية ونهاية. فالمس المس بتاعتي هو المس قصدي احنا هناخد اخر حاجة واحد. المس قصدي هتبقى واحد اتنين. لا المس هيبقى لها نودز برضو واحد واثنين. اللي هيبقى لها نقطة واحدة اللي هي الفري نود. طب انا حطيت الفري نود ليه? لان احنا بنصنف المس سبرينج دمبر لفري وفورسد. فهو لو فري خلاص هنحط الفري نود وفي الحالة دي هتاخد نود اتنين اللي هي اخر نود من نودز بتاعة المس. طب لو فورسد هجيبها منين? لو دخلنا كليك يمين. هنا برضو في فري نود. في فكسد نود. في في فورس نود. لو انا عايز اضيف اكسترنال فورس. طيب. لحد الوقت فيه مشكلة. طيب. ده دمبد. لو انا عايز اشيل الدمبر عاجي هنا مسلا واعمل كليك يمين واقول له ديسابل. شيل الدمبر ده خالص. واعمل الكمبيوت تاني. طبعا الناشر فريكمنسي مش هيتغير. لسه قيمة الدم بجريشيو دي هتطلع عن دي بزيرو. شاهد بحد هنتصويل في الجزء ده. دكتور نواليش. بحط سبرينج بعد المس اللي انا حطته. عبد اقام بقى نود ثلاثة. لو حط سبرينج بعد المس كمان يعني المس قبله. اه اه. بالزبط. اه. لو انت عايز تدخل بقى في تو ديجري. فتحط. اهوة. لسه اقول لكم التودجريه ممكن نعمله زيه والمالتي ما تلاقوش. حط وكمان ماس. تمام? فالسبرينج ده اخر حاجة وصلنا لها اتنين. خدايا اخد من اتنين لكام? تلاتة. صح كده? فيبقى الماس دي من تلاتة لكام? لاربعة. الفري نوت بقى في الحالة دي. ما افروض? تبقى ايه? اخر نوت خالص? ليه اربعة? الماس دي كمان ممكن نديلها ايه كمان حاجة تانية. طيب لو جينا كده جربنا فده كده يعني تو مايسس بتو سبرينجس. فبصوا كده شباب اده الايجين فريكمانسي الاول بواحد هيرتز والايجين فريكمانسي التانية اتنين وتلاتة. شايفين ده كويس? ده بتاع القيم بتاعة الايجين فريكمانسي. حد عنده مشكلة في دي؟ دكتور ما عليش بس ممكن احكايتي الايجين فريكمانسي. دي يعني? هنا? انا عملتش حاجة انا جيت بس انا انا هنا بس جيت اختارت الايجين فريكمانسي اللي هي دي بس ما عملتش اي حاجة تانية ما غيرتش ما اختارتش حاجة اليونت برضو لو عايز تغيرها من هنا ممكن تغيرها. لو تقصد دي احنا مش بنغير بندخل في اي حاجة خالص بنختار دي بس. طيب اللي مخاطر شباله في الوان دي جري والتو دي جري والمالتي يركز في اللي جاي. هعمل كليك يمين. هضيف كمان سبرينج? كمان او كمان ماس اسف. طيب ركز كده مع ايه? اخر ماس وصلنا لها كانت النقود من تلاتة لاربعة. فالسبرينج داعي بقى ايه? من كم? شباب من اربعة لكم? اربعة لخمسة. طيب الماس نفسها? خمسة? طيب ست. ست. وانت بس في الماس ما تنساش ما ينفعش الانيشيال يبقى بصفار. بحط له اي قيمة بس انيشيا اللي يبتدي بها. لما كان بشمانس بيقولي من شوية هو ده عشان يشتغل. هو ده ناترل. يعني انا بفترض ان انا بحركه بس لحظة البداية صغيرة جدا واسيبه يتحرك الواحد اللي. ده اسمه ناترل. ما تنساش ان الفري برضو. اهين الفري نود عند اخر ماس هتبقى بدل اربعة ست. فانا عندي كده تلاتة ماسس. تلاتة سبرينجلس. ودمبر واحد. لو عايز احط كمان دمبر التاني والتالت مفيش مشكلة. واقول له. الايجين فريكنسي كومبيوت تاني. ما خدش باله احنا بنعمل ايه? مجرد بس بنضيف هنا. كومبيوت يعني احسب او 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 خلاص. فهو هيطلع لي الايجين فريكنسي اول ايبار واحد تاني. المفروض هيطلع لي الناتشل فريكنسي الاول. سبن وبعدين وان بوينت ناين وبعدين تو بوينت سبن. فاحنا عندنا دلوقتي تلاتة آآ تلاتة ديجري فريدم. وكمان ده ده يعني ده تلاتة ديجري فريدم اللي هو اخر حاجة وصلنا له. شابب هل الكلام ده فيه مشكلة? ح безبا наية اي 있다. حد عن سؤال في جزء داي? دكتور لو سمحت ازاي الايجين فريكنسي طالع رقم كومبيكس مش رقم ري. ما بص بص يعني انت لما لما تيجي تحسب مش عارف بقى الحاجات دي انت اخدتها اناليتكال ولا لأ ده عشان الدمبر يعني انت لما بتيجي تجيب الايجين فريكوانسي وفي دمبر موجود ده في الكومسول يعني بيطلع القيم دي المفروض لو احنا اشلنا الدمبر عملنا كومبيوت تاني القيم الايجين فريكوانسي دي تختفي لانه هو بالويت تاني دي بتظهر عندي في الايكويشن لو في دمبر اخدت بقى لك ولا دمبر ده زيرو الايجين فريكوانسي او القيم اللي ما كانتش عاجباك هي دي قيم بس عشان الدمبر موجود عندنا لما الدمبر ده لو ما فيش دمج مش بتظهر انا ما عارفش انت ايه اللي اتقال لك في الاناليتيكال بس دي المفروض حاجة لايه علاقة بالدامبين شباب حد انا سؤال في الجزء ده عشان عايز اديكم يعني استادي تانية او تالتة اه ليه علاقة برضو بالفايبريشن احنا دلوقتي اخد بالك منقول كل اللي انت اخدته طبعا انا كان نفسي نبتدي في الجزء ده او الكلام ده من بدلي كنا اخدنا محاضرة او اثنين وثلاثة اه بحاول اتكلم بسرعة عشان نحاول نقدر نغض اكبر كم يعني فهتلاقي الموضوع ان انت ممكن كان اي مسألة اه كنت بتاخدها ممكن تترجمها على كومسول او تعملها على كومسول وتقارن بين الاناليتيكال وي النيوماريكال طيب بش شباب يعني دي حاجة اريدي موجودة اه عشان ندخل في الفورس دي يعني ده موضل زي اللي احنا كنا عاملين من شوية الفاكس نوت خلاص سبرينج من زيرو الوان و اه الدمبر من زيرو الوان برضو ودي قيمة الدمبر عاملينها بسي اه اي سي دي بصوا اه فيه برامتر هنا البرامتر ده لو جيت حطت فيه كده اي رقم يعني النيم بتاعه سميته سي والاكسبريشن خليته ستة من عشرة دي القيمة بتاعتي ايه نيوتن في الساكند على الميتر دي ليانة بتاعت الدمبر فدي الفاليو ده اسمه برامتر يعني برامتر يعني ممكن يبقى يعني انا ممكن بدل ما ماجي في الخانة بتاعت سبرينج دي او الدمبر دي احط القيمة بتاعت الدمبر احط طيله سي فهو كده ميسألش لانه عيجري يدور في البرامتر فيلاقي فيه برامتر اسمه سي فياخذ القيمة بتاعها عارفين زي المتلاب لما كنا منيجي ندخل كده في المتلاب وندخل الانبود داتا نقول له اكس تساوي كزا واي تساوي كزا وزد تساوي كزا وهكزا فميسألنيش عن البرامتر دي فهنا خلاص مش هيسألني طب ليه امتى بفكر في الطريقة دي بفكر في حالة ان انا ممكن اعمل او اخلي ال سي ده فاريبل واشوف اه تأثير قيم ال سي على ال ديس بريسمت يعني اه اه هوريكم حاجة عشان برضو تبقى واضحة بالنسبة لكم شايفين هنا هو بتاع الموضل ده كان عشرة هيرتس تمام عشرة ايه هيرتس وده فورس ده على فكرة فورس دي انا انا مدخل فورس والفورس دي اه مدخلها اكويشن ايه تسماء انا مدخلها من هنا الايكويشن دي الفورس بتاعته بتساوى اف ساين عشرة تي يبقى الاميجا بتاعت الفورس تاوى عشرة خدوا بالكم النقطة دي لما الفريكونس بتاع الفورس يتساوى مع الناتشر فريكونس بتاع الجسمي بيحصل ايه شوية بيحصل ايه عندي ريزونس ايه اللي بيحصل بتكون كبيرة جدا ولما فيش دمبنج اصلا ممكن توصل لزيرو يعني ممكن تقعد تزيد 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 لحد ما توصل لزيرو ايه اه فاحنا هنا بص يعني احنا درسنا السي عملته فاريبل السي بدل ما دخله بقيمة لا اولتي له اسمه سيه وجيت هنا في الستادي دي عملت حاجة اسمها بارامتريك سويب جبتها ازاي جيت عملت كليك يبين على الستادي واجبت حاجة اسمها بارامتريك سويب طب بتعمل ايه دي خليت السيب فاريبل طب السي هتدرس الموضل ده عند قيم السيب زيرو واثنين من عشرة ونص وستة من عشرة وان شاء الله دخل بالف قيمة فلما جيت طلحت النتائج بتاعتي طلع لي في نفس الكيرف نفس راب ده الكويس ده لما السيي كان بستة من عشرة فطبيعة ان وجود الدم بان كل ما الدم بينجزيد بيقلل لقيمة الفايدبراشن طب لما السيي كان بانصف كانت القيمة دي طب لما السيي كانت باثنين من عشرة كانت القيمة دي لما السيه بزيرو كان القيمة دي بتاعنا تسعمائة خمسين طبعا احنا ندرس كده عند لحظة لكن لما جينا ندرس بحل تاوينlay told m فانشوف ازاي التزيد بتاوين بتزيد تزيد 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 طبعا لو وصلنا بعد وقت تتويسة قوي ممكن توصل ليه انفرن فده كده انا بوريه لك اولا عندي الريزونانس اللي هي النقطة دي لما الفريقونسي بتاع الفورس تساوى مع الفريقونسي او الناتش الفريقونسي بتاع الجسم حصل الريزونانس لما بنبعد عن الريزونانس الامبراتيود تقعد تقل 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 هنا وهنا وكمان شفنا تأثير الـ C كل ما الـ C بيزيد القيمة بتاعة الـ Vibration بتقل وبرضو عملنا study بتاع الـ Time Dependent درسنا الـ Vibration في خلال خمستاشر ثانية وشفنا الـ Displacement التاني مع الـ Time يعني دي الـ Displacement طبعا الـ Displacement هنا عشان شغالين عند الـ Resonance تحديدا في الـ Displacement كانت صغيرة وقعدت تزيد 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 طبعا خدنا خمستاشر ثانية لو خدنا اكتر من كده وفتحنا بقى الـ Time اكتر فيقعد يزيد 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 وهكذا فده حاجة من الحاجات يعني احنا هنا عملنا Eigen Frequency Study عشان نقدر نشوف الـ Natural Frequency فين بكام وتعمدنا ندخل القيم بتاعة الفورس بحيث الـ Omega بتاعة الفورس تتساوى مع الـ Omega بتاعة الـ Natural Frequency وروحنا درسنا حاجة او ضفنا study اسمها Frequency ودخلنا او خدنا بتاع الفريقونسي من نص الحد ثلاثة بستيب واحد من عشرة بحيث طبعا ده بالـ Hertz على فكرة يعني لو عايزة اجيبه بالـ Radiant Per Second هتدرك في بحيث يكون عندي لما يجي الـ Graph بتاعي يطلع كدهود طبعا ده بالـ Radiant Per Second عند عشر الـ Radiant Per Second الفريقونسي بتاع الفورس والـ Natural Frequency تساوى فبالتالي حصل الـ Resonance في ظاهرة الـ Resonance وروحنا درسنا تاني الجسم ده عند حتة الـ Resonance في الـ Time Domain عشان نشوف او اوريك الـ Time او الـ Displacement بتغير ازاي مع الـ Time طبعا الكلام ده المفروض يتشرح بالتفصيل هبعث لكم فيديو مشروح فيه الكلام دوت بالتفصيل يعني بتاع الـ One Degree Forced والـ One Degree Free وكل التفاصيل بتاعته ده موديل بتاعه 3Degree هو أوريدي جاهز انا قلتلكم ازاي نضيف اكتر من Mass واكتر من Spring بص شباب انا مش عايز اطول في Consul اكتر من كده اخدكم الحاجة تانية يعني هاديكم بس برضو تنويح عليها وبعدين اابعت لكم لها فيديو برضو انا كان نفسي ا اديكم الحاجات دي من اول السنة يعني لكن للاعصف انا اتشغلت وكمان كان في بداية ترم الدنيا ما ازباطيش وكناش خدنا القرار فحاجات دي كان ممكن ناخدها من البداية خالص وهحاول لو فيه وقت ترتب مع المعادلين ان تشوفوا حاجة عملي انه فيه موديلز انا بدي في برامج وطلبت من الطلبة يعملوا موديلز يعني موديل مثلا لديناميك ابزوربر يعني كموديل مش حاجة كبيرة قويين فممكن المعادلين يدخلوا يوروكم الحاجات دي عملي يعني زميلكم في برامج كانوا عاملينها يعني كحاجة حاجات تانية بقى احنا عشان العمل عندنا ففيه حاجات اونلاين ما يسمى بالفيرش واللاب حاجة بتعمل لنا اونلاين وممكن ندخل عليها في اي وقت ونجرب كل الحاجات ندخل طبعا هنا في السيميوليشن طبعا رجحت شوية بس عشان شايفين كده الشاشة الويندو انا غيرت طلعت من دلوقتي شايفين اللي قدامنا دوت? ايه ايه مزبوط. طب ده برش واللاب يعني برش واللاب يعني حاجة تحاكي الحقيقة بس بتعمل بتعملي سيميوليشن طب انا لو دخلت سيميوليشن طبعا على حاجة سينجل ديجري فريدم تو ديجري فورس دي اللي هو ده اناميك ابزوربر دخلت عليه. طبعا انا عبعط لكم فيديو برضو مشروح فيه الفيرش واللاب ده اوت. لو عايزين نعمل محاضرة تاني بكرة او حاجة نكمل الكلام اللي احنا كنا في الكمسول اكتر ونديكم الفيرش واللاب مفيش مشكلة عبعط لكم فيديوهات ليه برضو مفيش مشكلة. مهم نفتح الحاجة دي ونستفيد بيها. حاجة ديجري فورس ديجري فورس هود هندخل على سيميوليشن طبعا هو هتلاقيه الراجل يعني مدينا لو هارجح تاني مدينا الفيري بتاعتنا وازاي بتاعت التجربة ازاي عاملها والسيميوليشن سيميوليشن وفيه اه كوز واسايمنت لو انا عايز اشوف اسئلة والاسئلة دي محلولة وتحلها وتلاقيه يطلع لك انت عملت كم واحدة صح واحدة كم واحدة غلط وفيه فيديو كمان شارح فيه التجربة وفيه ريفرنسس اللي هو اشتغل عليها والفيدباك بتاعك ففيه كل حاجة تتخيلة فاحنا ندخل على سيميوليشن فده طبعا انتو عارفين ان ده فكرة الديناميك ابزوربر انه باختصار انا عندي سبرينج وماس بتاعت ماشين موتور او حاجة وانا عايز اعمل دامبينج الفيبريشن دي فبحط حت سبرينج صغير اسمه كيتو وامتو فالفكرة ان انا بقعد اغير في القيم بتاعت الامتو والكيتو لحد ما اوصل لي ان انا الاكس وان بتاعت الجسم اللي هو فيه المشكلة اساسا توصل لزيرو ودي طبعا احنا عارفين بنختارها ازاي ان انا بشوف الامجا بتاعت الفورس واختار الامجا بتاعت الابزوربر دي تساويها بالزبط لو انا عملت الدزاين بالشكل ده فبقدر اقل الفيبريشن طبعا هنا هتلاقي فيه ويندو فيها اوميجا بكام واميجا تو بكام والريشيو بتاعت اوميجا بالنسبة لي اوميجا تو بتساوي كام يعني فاحنا احنا ممكن نقعد نغير بحيث نشوف تأثير قدامي كده مباشر الكيتو كل ما بزوده ايه اللي بيحصل اه كده الفيبريشن بدأت تزيد طب انا هتحرك كده شوية الفيبريشن بدأت تقل طبعا احنا لو حزبنا بارقام كده كمثال يعني الكي وان برضو ممكن تغيره من هنا تزود وتقلل الام وان ممكن تزوده من هنا واتنقصه من هنا نفس الكلام انا ممكن اختار اوميجا بتاعت الفورس بقيمة معانا تمام سيم عصمة اتنين وسبعتاشر واختار قيمة الكيتو والامتو بحيث الجزر ترباحهم بتاعهم يطلع باتنين وسبعتاشر او قريب من الاتنين وسبعتاشر تمام بحيث ان في الاخر اغيرهم بحيث اوصل لزيرو يعني انا ده دلوقتي ربعمية على خمسين بتمانية فاحنا جزر التمانية يعني احنا دلوقتي تقريباً عند جزر التمانية طبعاً هنا النقطة اللي X زاد قوي قربنا من بعدها على طول اهوات يعني انا لو بعدت تلاف نقطة معينة بتقل ونقطة تانية بتزيد طبعاً على حسب قيمة الامجا بتاعت الابزوربر اللي هو جزر كيتو على الامتو دي بتساوي او بتوصل لحد فيني فبس يعني احنا ممكن نقعد نجرب نشوف بقى تأثير الفورس نفسه طبعاً كل ما الفورس تزيد قيمة وانا مثبت كل حاجة طبعاً الفيبريشن بتزيد لما ال F بتقل الفيبريشن بتقل تأثير الامجا برضو نفس الكلام امتى طبعاً هنا تقريباً ثبت لأن او الفيبريشن قلت لأن القيمة بتاعت الكيتو على الامتو لما اخد الجزر بتاعها بيتساوي مع الامجا فبالتالي الفيبريشن قلت او بقت قليلة جداً قريب من الزيرو يعني فدي حاجات ممكن ببساطة اجربها بحيث افهم اكتر الحاجات اللي احنا اخدناها بشكل يعني اناليتكال نظر وانلاقي لاب لكل حاجة احنا اخدناها بلكده فده الانك برضو ممكن ابعته لكم ونجرب عليه ومعنا فيديوهات ممكن نجربها وزي ما قلت لكم نرجع بعد ما نخلص فيه موجود ممكن نقعد يعني نحل وفيه كواز كمان فممكن نحل الاسئلة بتاعته وانلاقي في الاخر بيديني كام يعني دول مثلا خمس او ستة اسئلة ويشوف يدي كام من الستة او الخمسة اللي انت حلته فده كده شباب الجزء الاول شوفوا برضو حسب احنا عايزين ايه انا ابعت لكم الفيديوهات او ندي محاضرة تاني بكرة بس السؤال بتاع تقسيمة عمال السنة يعني انا مش هفيتكم قوي لان انا كده كده داخل اخر موضوع فالجزء ده ايبقى داخل في فاينال بس لكن زي ما قلت لكم الجزء اللي احنا بنديه ده على كومسول ايبقى فيه عليه شغل نتسلمه ايبقى لكم التفصيل بتاعته بالزبط وهيبقى عليه درجات كان بالزبط مش هفيتكم اقول لكم كان بالزبط دلوقتي الحد ما نشوف انتو اصلا كنت عاملين ايه في الميترم والبعد الميترم فهو يبقى برضو معتمد على الكلام ده كله تمام فشباب الحد ما نتقابل سواء في الكلية في المحاضرة يعني او نتقابل اونلاين تاني في محاضرة تمانا يكون ان المحاضرة كانت مفيدة ليكم ويا ريت نهتم ليكم انتو يعني اه نهتم بالمحاضرة اه بالفايبريشن يعني اه لينا او بالبرنامج كمان بالذات لينا اه عيفدنا كتير في حاجات بعد كده والفايبريشن على فكرة برضو عشان ما حدش يقولك طب ما فيش ديزاين ما فيش فيبريشن برا لا فيه في مصانح كتير ومهمة وداخل في كل حاجة حتى لو جيت تشتغل في القاتشفاج او جيت تشتغل فاير فايتنج هتلاقي الفايبريشن داخلها في كل حاجة يعني لما تيجي تشوف الداكت لم تشتغل في القاتشفاج مثلا الداكتات بتاعت سواء الداكتات اللي هي بتعمل الارا هندولينج جيونت اللي بتاخد الهوى البارد وتوزعه وتاخد الهوى السخل بنحط فيه عشان يمتص الناتج من حركة او حركة الهوى اه داخل الداكتات دي اه لو بتتكلم على الجزء بتاع الفاير فايتنج تمام البامب بيبقى طالع منها بتسحب من التانك وبتطرد فالواصلة اللي بين البامب دي نفسها والتانك بنركب فيها دامبرز برضو عشان يمتص الفايبريشن اللي ممكن تحصل وبنركب لك سبانشن جاينس وهكذا فممكن تلاقي حاجات كتير جدا معتمدة على فاهمك او لازم تكون فاهم فيها فيبريشن كذلك البامب دي او اي بامب يعني مش بتكلم عالبامب بتاعت الفاير احنا بنبقى حطين ثلاثة رنبات في الفاير فايتنج ديزل والكهرابا وواحدة تانية جوكي تعوضية بيبقى الباز بتاعتهم الاواعد الخرصانية اللي احنا مركبين على البامب منحط فيها ماتيريالز عشان تمتص الفايبريشن وطبعا خدتوا بايز اك سيتيشن وازاي ان الفايبريشن ممكن نقلل لو خلينا الار اكبر من جزر اتنين فدي حاجات يعني مهمة جدا هتقابلنا في حاجات كتير في الشغل كتير وانا اصلا يعني انا في مجالات الاستشارات بتاعتي وانا شغل بتقابلنا الحاجات دي بعم استشارات سوان فاير فايتنج او كيف فايتقابلنا الحاجات صغيرة في النص معتمدة او مش صغيرة يعني في حاجات بتاعات تكون كبيرة معتمدة على الفايبريشن فانا هتم بالبرنامج كومسل نهتم بالمادة حاول يعني احنا خلاص انتوا داخلين على الفاينل لو حد عنده سؤال ممكن نفتح المايك ونسأل بس بسرعة بعد الزهر دكتور هو دلوقتي ايه الفرر بين كومسل وانسس؟ لا مفيش فرر انا شايف انسس ابسط هنا طب لو حركز على واحد منهم ايه اللي افضل طيب اللي انا اتعلمه ما انا انا بقولك انا عن نفسي بشتغل شغلي كله كريسيرش الابحاث بتاعتي كلها بعملها على كومسل وبشتغل بيه كل حاجة كل الحاجات اللي موجودة في انسس موجودة في كومسل يعني بتاع الكمبيوتشن الفليوت دايناميكس موجود في كومسل في كل حاجة يعني دلوقتي الاتجاه كله الكمسل؟ انا ما عليش دعا بالاتجاه لا على فكرة الاشهر الموجود اشهر في مصر عندنا انسس بس انا شايف انا جربت انسس في الاول وجربت كومسل شايف كومسل يعني افضل وابسط احسن واسهل من الانسس يعني انت دلوقتي لو جيت اشتغلت كومسل انت هنا طريقة الشغل بتاع كومسل هي نفسها انسس فيه اختلاف اليوزر انترفيس بسيط تمام تمام شكرا 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 بحاجة عن سؤال تاني؟ كان فيه حد بيسأل على عمال السنة والمفروض ان انا جاوبت انا شفت السؤال في رسائل المبوطي دكتور لو سمحته هو كده يبقى فيه محاضرة اونلاين تاني ولا بالنسبة للبرنامج احضراتك هتنزل فيديوهات من اشتغل عليها خلاص؟ فيه فيديوهات اشوف انتو الافضل ليكم ايه انا بس عشان انا كنت مرتب او ناوي على محاضرة تانية بس انتو الشكاوت كتير بتاعت الصوت بيقطع فممكن نبعت الفيديوهات وبعد الفيديوهات تشوفوا لو احنا لو كده يعني مستفدتوش او شفتو المحاضرات اونلاين افضل نعمل محاضرة بقى الجمعة الجاية او حاجة طب معلش دكتور بس احنا كده خدنا الكلام او خدنا الحاجات اللي ممكن نقدر نعمل بها الريبورت اللي احنا نطلب نعم تاو دكتور معلشة بالنسبة للفيديوهات هتكون شرحة اكتر من اللازم يعني حاجات متوسطة اكتر في البرنامج لا حاجات انا عامل الفيديوهات في اكتر من حاجة بس هبعط لكم الحاجات اكتر اللي هي الريليتد للحاجات بتاعتنا بتاعت الفيديوهات تمامي وفي فيديو كمان شرح للفيرش واللاب ده هوت هبعطه لكم تماميش عبيب ارجوك يا دكتور عبقى حاجة بالنفذة على البرنامج ولا طرف على البرنامج ايوه دكتور عبقى حاجة بالنفذة على البرنامج نعم نعم